التقى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربية الفريق أول محمد زكي بعدد من مقاتل المنطقة الغربية العسكرية والذي يأتي في إطار اللقاءات الدورية والمستمرة التي تقوم بها القيادة العامة للقوات المسلحة وذلك لتوحيد المفاهيم تجاه مختلف القضايا والموضوعات التي ترتبط بالقوات المسلحة التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربية بعدد من مقاتلي المنطقة الغربية العسكرية والذي يأتي في إطار اللقاءات الدورية التي تقوم بها القيادة العامة للقوات المسلحة لتوحيد المفاهيم تجاه مختلف القضايا والموضوعات التي ترتبط بالقوات المسلحة بدأ اللقاء بكلمة لواء أركان حرب محمد هيثم محمد حلمي قائد المنطقة الغربية العسكرية أشار خلالها إلى أن رجال المنطقة الغربية العسكرية يجددون العهد لتقديم الغالي والنفيس من أجل حماية الوطن والحفاظ على استقراره مؤكدا على استمرار رجال المنطقة في تنفيذ مهامهم المكلفين بها في حماية الحدود الغربية على الوجه الأمثل وفق عقيدة إيمانية راسخة تعلي مصلحة الوطن فوق أي اعتبار وألقى الفريق أول محمد زكي كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لرجال المنطقة الغربية العسكرية مشيرا إلى أن القيادة العامة للقوات المسلحة تول اهتماما كبيرا بالمنطقة الغربية العسكرية لتكون قادرة على حماية المسئولية الملقاة على عاتقها في حماية الحدود الغربية مطالبا رجالها بالحفاظ على روحهم المعنوية العالية والاهتمام بالتدريب المستمر والمحافظة على الأسلحة والمعدات ليكونوا في أعلى درجات الاستعداد القتالي لصون مقدسات الوطن مثمنا جهودهم وتضحياتهم من أجل رفعة الوطن كما أدر القائد العام للقوات المسلحة حوارا مع مقاتلي المنطقة الغربية العسكرية تناول خلاله تطورات الأوضاع المحلية والإقليمية والدولية واستمع إلى أرائهم واستفساراتهم في مختلف الموضوعات مؤشيدا بما لمسهم من فهم واع وإدراك تام لمختلف القضايا والموضوعات حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة